صدر في اخر جريدة رسمية مرسوم جديد يحمل اعفاءات جبائية قررتها الحكومة لمستوردي ومنتجي مادة شعير وذرة مرسوم من شأنه وضع حد لازمة العلف والاغذية التي يعاني منها الفلاحين حريعياري وتفاصيل اعفاءات جبائية قررتها الحكومة لصالح عمليات بيع مادة الشعير والذرة وكذا المواد والمنتجات الموجهة لتغذية المواشي الاعفاءات الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ بعد صدورها في اخر عدد من الجريدة الرسمية هي اجراءات من شأنها وضع حد لازمة العلف واغذية المواشي التي يعاني منها الفلاحون المرسوم الجديد يشترط ضرورة تقديم المستورد لهذه المنتجات دفتر شروط المكتتب قانونا للمصالح الضريبية المختصة اقليميا رفقة البرنامج التقديري السنوي المؤشر عليه من قبل المصالح المختصة لوزارة الفلاحة مقابل تسليمه شهادة اعفاء ضريبي وبالنسبة للمنتوج المحلي فان الاعفاءات الضريبية مرتبطة باكتتاب مجمعي ومحولي هذه المنتجات تعهدا يتضمن توجيه المواد والمنتجات المحلية لصالح التعاونيات الفلاحية والدووين ومنتجي اغذية المواشي او للمربين مباشرة وتضمن المرسوم الجديد الموقع في الخامس عشر اوت المنصر من قبل الوزير الاول جدول خاص بقائمة البنود التعريفية المعنية بالمنتجات محل اعفاءات ضريبية كما تضمن نسخة مستمارة التعاهد الواجب تقديمها كشرط للحصول على شهادات الاعفاء الضريبية وشدد المرسوم على انه يترتب عن اي اخلال بالالتزامات والتعاهدات السابقة الذكري عقوبات قانونية من ستة قطاعات وزارية هي مصالح الجبارك والمصالح الجبائية والتجارة والفلاحة